سؤال مهم حول ولاية الأب رب الأسرة على المنحة المقدمة من الدولة بمناسبة كورونا صراع داخلي داخل البيوت الزوجة تقول هذا مثل المهر لا مساز إن لك في الحياة أنت تقول لا مساز والزوجة يقول أنا رب الأسرة أنا القيم أنا لنا وأنفق فجاء سؤال حول ولاية رب الأسرة على المنح المقدمة للأسر بمناسبة أزم الكورونا الحالية الجواب عن هذا يا رعاكم الله ما كنا نود أن تبنى العلاقات بين الأحباب على أساس المماكسة والمشاحة وهم يستقلون سفينة واحدة تبحر بهم أو تمخر بهم في بحر الحياة سفينة واحدة يركبها الزوج والزوجة والأولاد يستقلون سفينة واحدة تشق بهم عباب الحياة وتمخر بهم في هذه الأمواج المتلاطمة فما كنا نحب أبدا أن تكون العلاقة بين الأحبة مبناء المشاحة والمماكسة واستقصاء الحقوق دعونا أولا نرد الأمر إلى الأصل الفقهي ثم نفتح أبواب التغافر بعد هذا الأصل الفقهي أن إرادة المانح ومقصده محل الاعتبار إذا قدمت المنح على نح من التفصيل والتخصيص فالظاهر أنها خصصت لكل طرف نصيبه ليكون سيد قراره فيه المانح الجهة الواهبة سيدة قرارها زي في المعاشات جهة المعاشة تقول المعاشة للأولاد القصر إذا كبروا ملهمش المعاش هذا للزوجة إذا بشرط شيء وشيء الجهة المانحة سيدة قرارها لها أن تضع من الشروط ومن المواصفات معاشات وينبغي أن يقف الناس عندها والواضح أن المنح التي قدمت على تفصيل معين وتخصيص معين أن يكون هذا التفصيل وهذا التخصيص مقصوصا لكن في بعض الاستثناءات انتبه ما خصص للولد وهو صغير القيم عليه أبوه فأبوه الذي يشرف على إنفاق هذا المال إذا احتاج الأب إلى شيء من مال ابنه فهو مصلط عليه شرعا لحديث أنت ومالك لأبيك اللام هنا للإباحة وليست للملك خلي بيك الفرق بينهم لا تزال أموال الولد ممنوقة للولد لم تنتقد إلى ملك أبيه الأموال إذا فيها زكاة من المطالب بالزكاة؟ المطالب بالزكاة ذلك الولد إذا مات الولد هل تقول الأموال كلها لأبيه ويرح منها أولاده مثلا لا الأب بيأخذ واحد من ستة والأولاد للذكاة مثل حظ الأنثي فلا تزال الأموال على ملاك الولد لكن الأب مصلط عليها شرعا عند الحاجة أن يأخذ منها بدون حاجة إلى علم ولده ولا إلى إذنه كأنما يأخذ من ماله لكن أن يكون هذا في حدود الحاجة وأن لا يكون على سبيل المضارة ما خصص للزوجة الأصل أنهم لكلها ولا ينبغي للزوجة أن ينال شيئا منه إلا عن رضا وتشور معها لكن لا ينبغي للزوجة أيضا أن تكون شحيحة به إن استدعت حاجة الأسرة ومصلحة البيت أن ينفق هذا المال في مصلحة مشتركة للبيت أيضا لا ينبغي للزوجة أن يكون متطلعا إلى شيء خصص للزوجة لماذا لا يدعو لها ترتفق به في شؤونها الخاصة لا سيما إذا كان لم يخصص لها مالا لنفقاتها الشخصية لأن بعض الناس يقولون أنا عندي تأكل تشرب تلبس ولا دولار بعد هذا طبعا تحتاج إلى شيء من المال ترتفق به لتنفقه في خاصة شانية في خاصة نفسها بعض الناس في عند قدر من الشح الشديد وصدق الله العظيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وليتذكر الجميع أنه لم يستقص نبيل حقه قط إن نبلاء الناس بيسوفيش حقه بالكامل بيسيب شوية إن نبلاء الناس وفرماءهم لا يستقصون حقوقهم قط حسن البصري كان يقول ما استقصى كريم قط إن الكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه ولا يستقصي حقوقه عندهم هذا معلم النبل هذا معلم الكرم والسمو ما استقصى كريم قط إن الكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه ولا يستقصي حقوقه عندهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة وحفصة فعرف بعضه وأعرض عن بعضه لما جايح حاسب على إبشاء سر محطه ما زنقهش في الكورنك يقول لا إرّب كل حاجة عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبه به قالت من أمبهك هذا؟ قال نبأني العليم الخبيل إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كيف تحتشد السماوات كلها والملأ الأعلى كلهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم قنا عذابك يوم تبعث صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة